ما الذي تقدم به خالد محيد الدين للشباب لمن لا يعلمون عنه شيئا؟ أولا خالد محيد الدين ابن أسر صارية جدا صحيح وانحاز ببقى انحاز لفقراء الوطن الفلاحين الأجراء وبالتالي تبنى القضايا العدالة الاجتماعية وشاف أن فيه استحالة أن تتحقق العدالة الاجتماعية قبل 52 في ظل وجود الاستعمار وسيطرة اجتماعية قوية والملك فشارك مع الراحل زعيم جمال عبد الناصر في تأسيس أول خليها للضباط الأحرار وكانوا أربعة وتكون بعد كده مجلس كانت الصورة اللي بقى 12 ثم تنظيم الدباط الأحرار وقاضوا صورة 23 يوليو في مواجهة الاستعمار والحكم الملكي وأصدروا المبادئ الستة اللي كان فيها القضاء على الاقتعار وإقامة حياة ديمقراطية سليمة الدرس الأول أوجهه خالد بحيدين لجلنا والأجيال التالية لنا أنه هو في هذا الموقع المهم والمتميز كان يذكر نفسه ويذكر رفاقه أن احنا وعدنا شعبنا بإقامة حياة ديمقراطية سليمة في سنة 54 اقترح أن يعودوا إلى السكنات العسكرية وتعود الأحزاب ويأسسهم وحزب نادى بما نادى به قبله محمد نجيب وكان يوافقه على هذا محمد نجيب نعم استقال الأستاذ خالد من مجلس كانت الصورة استقال أم أقيل استقال أقدم استقالته من مجلس قاتل الصورة ولأنه كان في مركز قوي عسكريا وكان قائد تاني سلاح الفرسان اللي هو عنده مضرعات الفرسان اللي هي الدبابات يعني مضرعات لكن آسره لأنه هو هنا بقى أول أول مفهوم عن دخالة المحدين لكيف يكون عساريا أنه نمرأ واحد وطني وبالتالي لا يجوز الاقتتال بين المختلفين طالما على قضاء الوطن فأسر فضل أن يبتعد الأمر التاني لما حصل أدوان الشلاسي وكان بعيدا عن مصر بالكامل في سويسرا مارس دوره الوطني بإخلاص وامتياز مشاندا لجمال عبد الناصر والثورة المصرية والشنعب المصري في مواجهة الاحتلال البريطاني بالحركة في مباين قوال الشراكية في العالم وكان فيه تاريخ طويل في الحكاية دي ساعد وأسهم كتير في الحملة الدعائية التي تمت لصالح مصر في مواجهة أما رجع مصر كانت الرسالة التانية من خالد محيدين اللي جلنا والأجال التالية أن تكون اشتراكيا أو يساريا يجب أن تكون في الأساس وطنيا فتساند المشروع الوطني القائم ساند المشروع الوطني الجمال عبد الناصر اللي هو التنموي تأسيس شركات القطاع العام سحديدو صلبو أسمنتو واخترت طريق للمساندة أن يحشد القوى السياسية اللي هو العلاقة طيبة بها وتحتربه ولكن يعمل في الصحافة فأسس جريدة المساء التباح لجريدة جمهورية حالية وقدم من خلالها وجوه للصحافة كثيرة جدا منها أول باب رياضي أو صفحة رياضية في الصحافة المصرية متخصصة عملها الأستاذ نجيبي المستكاوي رحمة الله فده الحاجة الثالثة أنه إيمانه بالديمقراطية لم يتزعز فكان يرى أن الحفاظ على الوطن يتطلب التوافق بين الرفاق وبين فرقاء الوطن حتى نعم لما أسس حزب التجمع 1976 ما أسسوش حزبا اشتراكيا ولكنه أسس حزب التجمع الوطني التقدمي حزب الأساس هو حزب وطني حزب يجمع القوى الوطنية حوالي المشروع وطني واحد اللي هو برنامج حزب التجمع أن يكون اشتراكيا فكل واحد من عضاء الحزب يرى الاشتراكية من وجهة نظره لكن لازم نرى الوطن بطريقة واحدة أنه موحد شعب وموحد الأرض عارف فين خصمه هو الاستعمار وامتداداتهم في الداخل من القوى الزلامية ده كان بوضوح الأستاذ خالد تحدثت عن سويسرة تحدثت عن حقبة 56 عدوان استولاثي ما الذي أذهب بخالد موحدين إلى سويسرة؟ هو الأستاذ خالد كتف مذكراته أن بعد ما استقال مجلس كتف الصورة في 54 وأزمة مارس اللي كانت قويا من خلالها يوم 18 أغسطس رئيس وزراء ست ساعات ست ساعات؟ أعودين أبقاء حكاية ست ساعات لماذا ست ساعات؟ لأنه كان هيحصل صدام ما بين الجيش والجيش فقرر خالد موحدين قال استقال ورح على صديق لي هو في اسكندرية من الطريقة الصوفية كان أبو الأستاذ خالد يرأسها لها السماكية وقعد عنده في البيت الأستاذ خالد قعد بضعة أسابيع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بحث عنه في كل مكان إلا أنا وصل له فقال له أنت اخترت أنك أنت ما تكملش معنا بس كمان أنت راجل زي العسل والزباط بيحبوك وبتلموا حواليك ده حرفيا ما قيل ما قيل وما ذكره آه عسل كده يعني اقتباس وده اللي كتبه الأستاذ خالد في مذكراته الآن أتكلم فقال له تقترح علي قال له تخرج برة بص شوية من فياني؟ آه طبعا يعني فعلا تم نافي خياد محددين على يد عبد الناصر آه لكن تميزت العلاقة بالتنين صحية منذ هذا اللقاء لغاية وفاة الرزعيم الراحل جمال عبد الناصر على صداقة قوية وتداول الخلافات فيما بينهم بشكل رفاقي وهادئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر